ما زلنا في نهارك سعيد واسمحولي مشاهدي نايل لايف ونهارك سعيد إن أنا بس قبل ما أبتدي فقرتي حضرتكو دكتور محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين المرشد العام الإخوان المسلمين كان عمل تصريح أو قال تصريح مبارح إنه الإعلام بشكل عام في مصر هما صحرة فرعون وإنه إحنا بيوسوسوا لنا الشيطان في إن إحنا بننقض الإخوان المسلمين أو بننقض الحرية والعدالة الدكتور محمد بديع أنا زي ابنك واحد بشتغل في الإعلام المصري وزي ابنك وبقول لحضرتك أنا بحترمك جداً وبحترم الإخوان المسلمين جداً بحترم الحرية والعدالة جداً لأنه هما فصيل سياسي من زمان جداً وفي نفس الوقت ليه خبرات سياسية هيلة لكن حضرتك إحنا لا نتبع سياسة يعني أو الاتجاه بتاع السمع والطاعة اللي هو طبعاً متبع في الإخوان المسلمين وبنحترمه يعني ما بنحترمه بنحترمه لكن أنا لا أتبع سياسة السمع والطاعة أنا بطيع وأسمع وأطيع ربي سبحانه وتعالى إنما إحنا يعني الدستور بتاعنا الحالي عندنا مدين السلطة اسمها السلطة الرابعة في إن إحنا نقدر إن إحنا ننقض أو نبين للشعب المصري إيه اللي بيحصل بالزبط وبنقول رأينا فقط إنما إحنا بنهاجمش وبنهاجمكش كشخص إحنا بنحترمك ونحترم الإخوان لكن بننقض السياسات أنا آسف إن أنا طولت لكن الشيطان موجود فينا كلنا مش في الإعلاميين بس وربنا خلينا إن إحنا نحاول إن إحنا نقوم الشيطان ضيفي العزيز أنا آسف طبعاً إن أنا طولت في المقدمة طبعاً حضراتكم عارفين إن إحنا بنتكلم على مشكلة الدستور ومشاكل اللي بتحصل في الدستور بيشرفني وينورني الأستاذ نبيل عبد الفتاح الخبيب من مراكز الأرام دراسات السياسية والإستراتيجية صباح الخير يا فهي صباح الخير يا أحنا سلام أنا آسف إن أنا طولت في المقدمة لا 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 لكن يعني معلش هو أشرت لموضوع هام وللأسف الشديد هذا النمط من التصريحات التي يقوم بها المرشد العام الحالي والسابق وبعض قدر جماعة الإخوان المسلمين تنطوي على عدم معرفة بالإعلام الحديث والمعاصر والأسليب الإعلامية التي تستخدم في استجلاء الحقيقة والنطق بها طبعا من منظور نسبي إلى قطاعات واسعة من الجمهور الحرية أهم من هذا النمط من الأفكار إذا أراد فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مع احترامنا وتقديرنا له أن يستمر كحزب سياسي وكجماعة وهناك في حقيقة الأمر ازدواجية غريبة بين أن تكون هناك جماعة ولها ذراع سياسي هذا أمر لابد أن يناقش وبجدية لأنه معنى ذلك أنه يفتح الباب واسعا لكافة القوى السياسية أن تنشئ جماعات وأذرع سياسية لهذه الجماعات وهذا في الحقيقة خلط بين الدعوية وبين السياسية خلط بين محاولة احتكار النطق باسم الدين وهذه محاولة وضعية بامتياز بشرية بامتياز لها محمولاتها من المصالح السياسية والاجتماعية وقد ظاه رجاليا من الأداء البرلماني الرديء الذي نراها الآن إلى أي مدى أن القضية لم تكن قضية محاولة تطبيق بعض القيم الإسلامية الفضلة في الحياة لأن المصريون شعب متدين والثقافة الإسلامية والمسيحية جزء رئيس ومحوري في تكوين الثقافة المصرية وفي تكوين أمامة الحياة المصري الحديث والمعاصر ولم يكن قض هناك تناقباً بين أن تكون هناك حريات ومؤسسات سياسية وعلى رأسها أم الحريات العامة جميعها وحريات الرأي والتعبير الآن في هذا العالم المفتوح بلا حدود يحاول بعضهم أن يضع قيوداً على حريات القول وحريات الفكر وحريات الإبداع هذا وهم هذه أسطورة من الأساطير السياسية التي تخيل بعض العناصر المحافظة والتقليدية التي لا تزال تعيش في بيئات ثقافية مضوية هل يستطيعون إغلاق القنوات الفضائية هل يستطيعون إغلاق الفضاءات النتية الواسعة المفتوحة على حرياتها والحرية المفتوحة على كل الحريات جميعها هل يستطيعون لا ليسوا بمستطيعين هذا وهم وهذا ناتج عن غياب الخبرة السياسية أن تكون لديك بعض التكوين الديني يمكنك أن تحوز على ذلك لكن أن تكون ذو خبرة سياسية والخبرة السياسية لا تبنى في الستر ولا في حضنات السرية فقط هذا بعد مرتبط بالدكتاتوريات وهذه دكتاتوريات تمنع تنظيمات وحياة سياسية وحريات في الفضاء العام لكنك أيضا تنعكس عليك هذه السبدادية في داخلك فيتقد مثل هذه التنظيمات التي تدير شؤونها بليل أيضا أسيرة أنماط أخرى من الدكتاتوريات أشد وطأ وخطورة من دكتاتوريات النظام الفاسد استمر أكثر من ثلاثين عاما مضت أستاذ نبيل خلينا نتكلم في اللي بيحصل حوالينا في الوقت الحالي نعم لجنة الدستور والناس اللي اتسحبوا منها ودكتور محمد الكتاتني هو الرئيس بتاعهم بتاع اللجنة يعني وفيه برضو لجنة تانية ناوية أنها تمشي مواذية عشان تعمل دستور تاني والمجلس العسكري بيحاول يوفق ما بين الاتنين والشعب لايس لا الشعب المصري مش لايس لا لايس حضرتك لأنه والطرائع المفكرة ذات الوزن التي لا تعرف طريقها للبرلمان عنده مشاكل اتصادية والتي لا تعرف طريقها لمثل هذه اللجان التي تصاغ بليل أيضا وفي الستر وتاخد العملية الانتخابية لهؤلاء الناس فاقدة لمشروعيات السياسية الشرعية السياسية أو المشروعية السياسية أنت تبنى على التوافقات حس تأذنك أنا أسف أنا هقطع كلامك بس كلمة صغيرة أنا أصدي بلايس بإيه أنه في عندنا حالة كآبة كشعب مصري وكان عندنا حلم كبير قوي مشاكل يعني المشاكل اللي مرنا بها حضرتك مشاكل حضرتك يحاول للأسف الأغلبية أن تقهد هذا الحلم لسبب أساسي أنهم يعيشون حالة من حالات نشوة الظفر السريع الظفر الذي صيغة أيضا وحستخدم نفس التعبير بليل بينهم وبين المجلس العسكري صاغوا خارطة طريق حاولت أن تسد أفق التطور السياسي الديمقراطي في بلادنا وأن يصاغ وفقا لما عرفته الأمم التي انتقلت من نظم التسلطية والاستبدادية إلى نظم ديمقراطية أن تبني التوافقات العامة التوافقات والأرضيات المشتركة كيف تبنى؟ تبنى بوجود سياسيين ذو وزن وذو قيمة للأسف لم يكن هذا موجودة ولقد كشف البرلمان وهذا النمط من التصريحات الرعناء التي يدلي بها البعض العناصر داخل الطير الإسلامي مع كل احترام والتقدير لكن هذا النمط من التصريحات الصاقبة التي تنطوي على خفة وعلى عدم وعي عميق بالتركيبة المصرية بكل مكوناتها وتعقيداتها وبالدولة المصرية وتقاليدها أتصور أن هذا النمط يثير هذا الفزع يثير هذه المخاوف العديدة من أن هذه الطريقة في التعامل مع الأمور وهذه الطريقة الإقصائية هو الإخوان المسلمين شاركوا إمتى في العملية التورية كانوا ضدها من البداية شاركوا في جزء منها بعد أن تكد لهم أن آلة الدولة القمعية التي كانوا يخشونها وكانوا يتعاملون جزء منهم كان يتعامل معها وهذا حقهم انكسرت تماما لكن من الذي كسر هذه الأمنية وهذا النظام الذي كان فاقدا للمشروعية الأجيال الجديدة الشابة وجيل السبعينات من المثقفين والمفكرين الذين ساهموا في نقد النظام وتقويد أفكاره وتقويد أيدولوجيته ونقد سياساته في العمق وهم الذين على الواقع النتي أداروا وخططوا بهذه العملية من قبل تمانية من قبل ستة إبريل وحتى هذه اللحظة إذا تصوروا أنهم أكبر من الشعب المصري فهي أكبر خطأ تاريخي وهم تاريخهم من الأخطاء تاريخهم من أخطاء مع الدولة تاريخهم من أخطاء أيضا إذا الشعب المصري في فهمه وفي عدم معرفة عمقه الحقيقي نعم مجلس الشعب استحوذ عليه الإخوان المسلمين أو الطير الإسلامي بغض النظر بقى وممكن بعد ما يجي لنا رئيس سنة سنتين تلاتة خلاص حيتشال ممكن يتشال ويجي مجلس شعبي جديد نعم إنما الدستور لما حيتحط المفروض إن أنا كنت قاعد مع ضيف عزيز ليه هنا وقالك الدستيري البلاد المحترمة إن هي لازم تكون والواثقة من نفسها عشان يبقى اقتصادها دائم وكويس إن الدستور بتاعها قائم لمدة مش أهل من خمسين ستين سنة ممكن يقعد 200 سنة وممكن يقعد 200 سنة و300 سنة وممكن الدستور ده اللي عادي يضعوا اللجنة التأساسية اللي انتخبت نفسها من البرلمان وأنا انتخبتك في البرلمان لكي تمارس دورا رقابيا على السلطة التنفيذية ولكي تمارس دورا تشريعيا يتسم بالرسامة بأن عندك سياسة تشريعية عاقلة رشيدة سياسيا قادرة على وضع إطار قانوني وتجديد النظام القانوني لكي يؤكد على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد والاقتصادي ولا انتخبتك لكي تضع لي دستورة لم انتخبك لكي تضع لي دستورة ولم يكن هذا هو المقصود من الاستفتاء الذي أجري في مارس من 2011 لم يكن هذا المقصود قط إذن ليس من شأن البرلمانات وضع الدستير الدستير تضعها هيئات منتخبة أو تضعها لجان بعض الأقويل وبعض السياسيين بيقول أنه في بلاد تانية عندها مجلس الشعب وهو اللي بيحط الدستورة لموضوع تاني لكن المادة التي وردت بيئة العلان الدستوري لا تقول بأنهم ينتخبون أنفسهم وإلا لقيل لنا من البداية أنهم صف ينتخبون أنفسهم لكان هناك شأن آخر النهاردة في جريدة الأهرام حضرتك منشط كده أن الجامعية بعدين مين دولا اللي جايبينهم في اللجنة دي؟ مع كل الاحترام للرزيز الشخصيات من هؤلاء؟ من هي مآثر غالبيت هؤلاء؟ مآثرهم بمعنى ما هو الذي قدمه لمصر؟ كلهم في تخصصه حتى في العمل السياسي حتى في حجم التضحيات التي قدمتها أجيال سيد نبيل منشط النهاردة في الأهرام بيقول أن الجامعية الخاصة بإنشاء الدستور بتقول أن هي حتفتح الباب لكل طواقف الشعب المصري أن هي اتفضلوا تعالوا اتكلموا معنا ونتكلم في عمل الدستور رأي حضرتك إيه؟ بيع طب ما ده المفروض يعملوه في أي تمثيلية ممكن في دستور 71 ودستور وضعته لجنة معينة مش وضعته هيئة أساسية منتخبة أو لجنة منتخبة للأسف الشديد وقل كما تقول ووضع دستورين دستور وضع بناء على النقاشات التي تمت كان أكثر ديمقراطية في نصوصه نعم ودستور وضع بليل وضعته لجنة من مستشاري الرئيس السابق الأسبق أنور السلام إذن قل ما شئ لا يبقى الضمانات مرتبطة بطريقة اختيار اللجنة من البداية للأسف الشديد خارطة طريق معوجة ومختلة سيحاسب وقلت هذا وأكرره مرارا وتكرارا الذين يتصورون في نشوة السلطة وهيلمانها ونفاقاتها يتصورون أنهم لن يحاسبوا تاريخيا سيحاسبون طال الوقت أم قصر على هذه الطريقة المختلة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية سواء الذين وصلوا إلى البرلمان بناء على هذه الخطة وبناء على تفاهمات تشير كافة المؤشرات والمراقبين إلى أنها تمت بين الطرفين الرئيسيين الذين أدار المرحلة الانتقالية لمحاولة منع القوى الثورية من إحداث تغيير جزري وبنيوي في تركيبة النظام السياسي المصري وتحويله إلى نظام ديمقراطي ومحاسبة كل الذين جاركوا في مراتع الفساد والاستبداد السياسي التي تمت طيلة تلاتين سنة حضرتك في أصوات من الصوار المصريين بتنادي بمليونية جديدة بسبب موضوع الدستور هذا المشروع لها الشرعية الحقيقية في البلاد هي شرعية ميدان التحرير بمعنى شرعية العملية الثورية حتى وإن لم تتجسد الآن وسوف يظل هناك تناقضا بينا وواضحا بين ما يسمى بشرعية البرلمان شرعية السلطة الانتقالية والشرعية الحقيقية في البلاد وشرعية القوى الثورية التي قامت بعملية العملية لأن كيليهما لم يكن له أن يوجد دون العملية الثورية دون حجم الضحايا من الشهداء والمصابيين أنا متخيل أن دفعتهم الأمة المصرية لكي تتحرر من ربقة الفساد والاستبداد السياسي والجهل السياسي الذي تم وقام بإخصاء سياسي للنخب المصرية قام بتجريف التربة المصرية من أهم موهبها وكوادرها باستبعادها الممنهج وجذب العناصر الأكثر رداءة في تخصصاتها والأكثر جهلا بالسياسة وبالاقتصاد وبغيرها من الشؤون الأساسية التي من خلاها يدير المتخصصين شؤون بلادهم هل متخيل حضرتك أن إحنا فعلا السوار أو الأحزاب اللي انسحبت لو فعلا وصلوا لرأي أن هما ينزلوا يعملوا مليونية هل تعتقد أنه هتوصل لمليونية؟ القضية هنا في المليونيات تعبير مجازي بمعنى أنت لو أنت مستخدم ميدان التحرير لا بس كانوا بيقاص بعد إذن ساتك بيقاص بعدد الميدان التحرير عملنا كياس أثناء المليونيات التحرير على جوجل جوجل إيرث أنه على حسبنا ميدان التحرير بالشوارع المحيطة لحد عبد من عمرياض والشوارع المحيطة بالميدان بالمساحة بتاعتها بأقصى مساحة ممكن يستخدمها المتر المربع الواحد ما تجيبش مليونيات هذا تعبير رمزي والقضية هنا ليست قضية العدد عندما خرجت حركة كفاية من بيت أبو العير ماضي نعم في يوم ما على إفطار في شهر رمضان وحضر عدد من رموز جيل السبعينات وبعض من جيل الستينات بعض الفطار بدأ الحديث عن الكفاية بدأت هنا نعم تعرف من الذي خرج في البداية من كفاية كان عدد بسيط جدا خرجوا أمام جامعة القاهرة ثم أمام القضاء العالي لكن كانت شرارة وراءها تاريخ من الكتابات النقدية نعم في مصر من جيل السبعينات تحديدا هي التي أدت إلى ما وعدين دخلت أجيال جديدة لأن بداية كانت بداية رمزية نعم كسرت حدة الخوف نعم وبدأ الباب واسعا أمام موجات جديدة أكبر وتتزايت أكبر فأكبر فالقضية ليست قضية العداد سيد نبيل عبد الفتاح الخبيب بمركز الأرام دراسات السياسية والاستراتيجية حضرك أنا نفسي أعود أتكلم مع حضرك كتير وأفتح مواضيع تانية شغلاني وشغلة مشاهدي نهارك سعيد أو الشعب المصري عموما نهارك نهارك كل جمهور مصر سعيد وبإذن الله مستقبل هذا البلد سعيد ولابد أن يعرف الجميع أنه دون توافقات حقيقية وبدون تنازلات بين كافة الأطراف للأطراف الأخرى لكي نبني التوافق العام لأن أمامنا مستقبل الأمة وما كانتها في الإقليم الأمة المصرية العريقة الحديثة دي الأمة مش بالمعنى الديني الأمة بالمعنى الحديث والمعاصر هي أهم إنجاز عمل المصريين في العصر الحديث هذه الدولة بالغة الأهمية لأسيسها محمد علي وإسماعين باشا لحد المرحلة شبه الليبرالية ومصطفى النحاس لحد جمال عبد الناصر عزيم دي دولة من أهم الدول في المنطقة والأمة دي اللي هي الأمة المصرية دي أمة عريقة عشان كده حضرتك مصرين وبالتالي لابد من أن نحن نتصد لمستهزيد هذا الحياة للأسف هستخدم تعبير مباما يكون قص شواء هذا ما أنا رأى في البرلمان وخارج البرلمان من التصريحات ضرب من التهريج السياسي والخفة لكنها خفة لا تحتمل لابد من استشعار مسئولية تجاه شعب المصر وقدمنا أضايا بالغة الخطورة سواء أضايا استراتيجية في الإقليم أو أضايا داخلية عدد بناء نظام ديمقراطي في مصر عدد بناءه الكلام مش هيخلص على حبنا المصر وكل واحد شايف من وجهة نظره المستقبل المصر إزاي شكرا جزيلا لحضرتك شاهدنا فاصلوا رقعين فاصلوا رقعين